ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة مشيرا إلى أن هناك رسالة قوية من المشهد الانتخابي الحاشد تتمثل في رغبة المواطن المصري فالحفاظ على ما تحقق في مختلف المجالات وقطاعات الدولة من مكتسبات وخلال الاجتماع طلع رئيس الوزراء على تفاصيل ما تم في الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة وطلع على الإجراءات والتحركات التي تقوم بها وزارة التموين خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر كما استعرض مدبولي تقريرا حول إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعدد الأطراف وثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر ترجمة نانسي قنقر